مرحبا بكم دائما مع الدرس الأول من مرجع النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الآن مع أنشطة الصفحة السابعة عشرة التمرين العاشر أتمم الجدول إذن هذا الجدول فهو يتضمن أعدادا والمطلوب أن نحدد رقم العشرات في كل عدد ورقم المئات وعدد المئات في كل عدد إذن العدد الأول لدينا اثنان وأربعون ألفا ومئة وخمسون إذن رقم العشرات في هذا العدد إذن نبدأ من اليمين الوحدات البسيطة إذن صفر هو رقم الوحدات وخمسة هو رقم العشرات إذن رقم العشرات هو خمسة ثم رقم المئات إذن خمسة رقم العشرات واحد رقم المئات إذن واحد هو رقم المئات ثم عدد المئات إذن لتحديد عدد المئات ننطلق من رقم المئات ونتجه نحو اليسار بمعنى سننطلق لاحظوا سننطلق من واحد ونتجه نحو اليسار وسنقول على أن عدد المئات هو كم؟ هو أربعمائة وواحد وعشرون مئتا ثم العدد الموالي خمسمائة وواحد وثمانون ألفا ومئتان وسبعة وثلاثون إذن رقم العشرات إذن سبعة رقم الوحدات ثلاثة هو رقم العشرات إذن نكتب ثلاثة هكذا ثم بعد العشرات هناك المئات إذن رقم المئات هو كم؟ هو إثنان أما عدد المئات قلنا ننطلق من عدد المئات ونتجه نحو اليسار إذن هذا العدد الملون هنا فهو خمسة آلاف وثمانمائة واثنى عشرة مئتا إذن هذا هو عدد المئات والعدد الأخير لدينا ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفا وخمسة وستون إذن سنبحث عن رقم العشرات إذن خمسة تمثل الوحدات وستة تمثل رقم العشرات أما رقم المئات فهو صفر وعدد المئات إذن سننطلق من رقم المئات صفر ونتجه نحو اليسار سنقول على أن عدد المئات هو كم؟ هو ثلاثة آلاف ومئتان وأربعون مئتان التمرين الحادي عشر ألاحظ المثال ثم أتمم ملء الجدول إذن لاحظوا هذا المثال إذن هنا لدينا العدد مكتوب بالأرقام هنا تفكيك العدد من خلال القيمة الرقمية أو لكل رقم ثم هنا كتابة العدد كتابة ضربية وجمعية والاقتصار على رقم عشرات الآلاف أو عفوا على عدد عشرات الآلاف إذن المثال الثاني لدينا تسعة وتمانون مضروبة في عشرة آلاف زائد ثمانمائة وسبعة إذن سنكتبه هنا بالأرقام إذن تسعة إذن هي تساوي كم؟ تسعة وتمانون في عشرة آلاف تساوي تسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة ثم سنفككه سنفككه هكذا إذن سنفككه إلى تسعة وتمانون ألف زائد ثمانمائة وسبعة ثم هنا سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون إذن هي تساوي كم؟ تساوي سبعة وخمسون ألف زائد ثلاثمائة وتسعة وأربعون وفي الكتابة الضربية سنكتبه هكذا إذن سبعة وخمسون مضروبة في ألف إذن سبعة وخمسون ألف زائد ثلاثمائة وتسعة وأربعون ثم هنا لدينا عشرة آلاف زائد ثمانية آلاف زائد ستة وسبعون ثم العدد الثالث لدينا عشرة آلاف زائد ثمانية آلاف زائد ستة وسبعون إذن سنكتبه بالأرقام هكذا إذن عشرة آلاف زائد ثمانية آلاف فهي تساوي ثمانية عشر ألف وستة وسبعون وكتابته الضربية سنكتبه هكذا إذن ثمانية عشر مضروبة في ألف زائد ستة وسبعون الآن تمرين الثاني عشر ألاحظ المثال ثم أتمين إذن المثال لدينا العدد ستة وثلاثون ألف ومئة واثنان وخمسون محصور بين ستة وثلاثون ألف ومئة وستة وثلاثون ألف ومئتان بمعنى تم حصره مقربا إلى المئة إذن هنا مئة هنا مئة ثم هنا تمت إضافة مئة إذن مقرب بالمئات للعدد ستة وثلاثون ألف ومئة وإثنان وخمسون إذن فهو محصور بين ستة وثلاثون ألف ومئة وستة وثلاثون ألف ومئتان إذن بنفس الطريقة سنحصر الأعداد الموالية إذن لدينا أربعمائة وستة وثمانون ألف وستة مئة واربعة وثمانون إذن رقم المئات إذن العدد المقرب إلى المئات سيكون هو كم سيكون هو أربعمائة وستة وثمانون ألف وستة مئة ثم بعده بمئة سنحصره أو سنكتب أربعمائة وستة وتمانون ألف وسبع مئة كما في المثال الصابق ثم العدد الموالي ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وتسعة عشر إذن رقم المئات هنا هو صفر إذن سنكتب هنا ثلاثمائة وسبعة وستون ألف ثم هنا ثلاثمائة وسبعة وستون ألف ومئة ومئة إذن سنضيف مئة أو سنقربه إلى المئة ثم هنا خمسة وتمانون ألف وتسعمائة وتسعة إذن العدد المقرب لها هو خمسة وتمانون ألف وتسعمائة ثم هنا سنضيف مئة إذن ستصبح عوض خمسة وتمانون ألف وتسعمائة إذا ضفنا لها مئة ستصبح ستة وثمانون ألفا هكذا إذن سنضيف هنا مئة إلى المئات النشاط الثالث عشر أكتب العددين في جدولي العد العشري إذن العدد الأول لدينا تسعمائة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون إذن في جدولي العدد سنكتب هذا العدد هكذا إذن سنبدأ من اليمين إذن إثنان في فصل الوحدات البسيطة في الوحدات ثلاثة العشرات أربعة رقم المئات ثم هنا عندنا فصل الآلاف إذن فصل الآلاف في وحدات الآلاف لدينا ثمانية عشرات الآلاف خمسة ومئات الآلاف لدينا تسعة إذن هذا هو العدد الذي سنكتبه في جدول العد العشري ثم العدد الآخر لدينا لاحظوا هنا أن سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتلاتون ألفا وسبعة وتسعون إذن في جدول العد سنكتبه هكذا إذن سبعة رقم الوحدات تسعة رقم العشرات صفر رقم المئات خمسة رقم وحدات الآلاف ثلاثة رقم عشرات الآلاف تسعة رقم مئات الآلاف ثم بقلنا سبعة سبعة رقم وحدات الملايين إذن سنكتبه هنا سبعة فهو ينتمي إلى فصل الملايين والملايين أيضا فيها الوحدات والعشرات والمئات والسبعة هنا تمثل وحدات الملايين إذن هكذا سنكتب العددين معا في جدول العد ثم أحدد رتبة الرقم خمسة في العدد تسعمائة وثمانية وخمسون ألف واربعمائة واثنان وثلاثون إذن رتبة الرقم خمسة إذن هذا هو أو عفواً هذا هو الرقم خمسة إذن هذا هو الرقم خمسة إذن ما هي الرتبة التي يحتلها لاحظوا أنه يمثل عشرات الآلاف إذن ويوجد في خانة عشرات الآلاف إذن رتبة الرقم خمسة هي قلنا هي كم هي عشرات الآلاف الآن أكتب العدد إذن لاحظوا هذا العدد هو سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعة وتسعون إذن المطلوب أن نكتبه بالحروف إذن للإشارة فهذا الدرس لا يتعلق بالملايين بل فقط بمئات الآلاف وأيضاً بالوحدات البسيطة ولكن سنكتبه بالحروف مادم أنهم مطلوبة في السؤال إذن سنكتبه بحروف هكذا سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسون ألفاً وسبعة وتسعون وسبعة وتسعون إذن هكذا سنكتب هذا العدد بالحروف إذن نمر الآن إلى النشاط الرابع عشر إذن المطلوب أكتب بالأرقام الأعداد التالية إذن لدينا أعداد مكتوبة بالحروف نحن سنكتبها بالأرقام إذن لاحظوا العدد الأول لدينا أربعمائة وتسعة آلاف أربعمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانون إذن أربعمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانون هكذا ثم خمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعة وخمسون إذن خمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعة وخمسون إذن رقم المئات سيكون هو السفر إذن هكذا سنكتبها ثم هنا لدينا خمسة آلاف وثمانون إذن خمسة آلاف وثمانون إذن رقم المئات سفر وأخيراً مئة وعشرون ألفاً وثلاتة وستون إذن مئة وعشرون ألفاً هكذا وثلاتة وستون ورقم المئات أيضاً هنا صفر إذن هكذا سنكتبها تمرين الخامس عشر ألون بطاقة أقرب عدد إلى كل عدد من الأعداد المقترحة إذن لدينا أعداد مثلاً تسعة وتلاتون ألف وتمانمئة أو خمسة وسبعون عدد ملون بالأزرق إذن سنبحث عن الأعداد القريبة من هذا العدد وسنلونها بالأزرق نفس الشيء بالنسبة لباقي الأعداد إذن نبدأ بالعدد الأول تسعة وثلاتون ألفاً وثمانية وخمسة وسبعون إذن ما هو أقرب عدد له؟ هل هو ثلاتون ألف أم أربعون ألف أم تسعة وتلاتون ألف؟ إذن ثلاتون ألف فهو بعيد أربعون ألف إذن كم بقي لنا في تسعة وثلاتون ألف ومئة وخمسة وسبعون لنصل إلى أربعين ألف إذن بقي لنا تقريباً مئة وخمسة وعشرون ثم لدينا تسعة وثلاتون ألف وهنا لدينا تسعة وتلاتون ألف وثمانمئة وخمسة وسبعون إذن تسعة وتلاتون ألف فهي بعيدة وبالتالي فالأقرب لهذا العدد هو أربعون ألف إذن سنلون هذا العدد هكذا باللون الأزرق ثم هنا لدينا 547.964 هل هي أقرب لـ 547.800 أم 547.900 أم 548.000 إذن لاحظوا هنا لدينا 547.000 هنا 547.000 ولكن هنا 800 هنا أننا 900 وهنا 547.900 وهنا 548.000 إذن هالـ 48.000 فهي تفصلها كم عن هذا العدد تفصلها فقط 36 أما 900 فهي تفصلها 64 إذن سنعود إلى الوراء وبالتالي فأقرب عدد لهذا للعدد 547.900 وتسعمائة وأربعة وستون هو خمسمائة وثمانية وأربعون ألف ثم هنا لدينا واحد وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة إذن هنا عندي تسعون ألف هنا خمسة وتسعون ألف وهنا مئة ألف إذن واحد وتسعون ألف فهي أقرب إلى تسعون ألف وبعيد عن خمسة وتسعون ألف وأبعد عن مئة ألف إذن سنلون خانة تسعين ألف ثم أخيراً مئة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون إذن هل هي أقرب لمئة وعشرين ألف أم مئة وثلاثين ألف أم مئة وأربعين ألف إذن لاحظوا مئة وتسعون ألف إنها مباشرة كتجي مئة وثلاثون ألف أما مئة وعشرون ألف فهي بعيدة خصنا نقص تسعالاف وهنا مئة وأربعون ألف خصنا نزيد أكثر من عشرة آلاف وبالتالي هنا نزيد فقط أقل من ألف باش نصلوا المئة وثلاثين ألف وبالتالي ستكون هي أو سيكون هو العدد الأقرب إلى مئة وتسع وعشرين ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون إذن سنلون هذه الخانة باللون الأخضر إذن سنلون الأخضر نحن نعم دي ميل إذن سننا نعم نعم دي ميل نعم دي ميل دوستان ترانتئي أمي الأخضر وحدي نعم دي ميل دوستان ترانتئي أرقام زينب عدي 9 plutôt 99 751 يوسف 99 749 donc on va comparer nous avons 99 99 7 7 ici 5 4 donc 5 est supérieur que 4 donc 99 751 le troisième nombre c'est 928 603 et 928 701 donc 9 9 2 2 8 8 et 6 7 donc 7 est supérieur que 6 donc 701 et les derniers et les derniers nombres nous avons 891 111 et 889 donc 89 ici 91 11 donc le plus grand nombre c'est 891 111 donc voilà le plus grand nombre à chaque fois qui a dit par Zeynab et Youssef B Jorange dans l'ordre croissant tout l'nombre d par les deux enfants 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 1 9 948 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 999 أصغر من 891 111 أصغر من هنا قلنا هذا هو أكبر عدد إذن هذا قبل منه 928 603 أصغر من 928 701 إذن حكا دسا نرتب هاته الأعداد من الأصغر إلى الأكبر لإكزرسيس 17 لطابلو السويفون دون لديامتر 1 كيلومتر دي بلانت كوني إذن هذا الجدول هذا يعطينا الطول دي المجموعة من الكواكب إذن اللي مطلبنا جورانج للمزور دي ديامتر دوسي بلانت بغضغ دي كواسون إذن غادر تبو طول ديال هاد الكواكب بغضغ دي كواسون يعني تناقصيا أي من الأكبر إلى الأصغر إذن سنقارن هنا لدينا 142 400880 6779 إلى غير ذلك إذن سنبحث عن أكبر رقم أكبر رقم أو عفوا أكبر عدد هو اللي تكون من أكبر عدد من الأرقام إذن هنا عندي هذا ستة رقم هذا أربعة أربعة خمسة أرقام خمسة أرقام أربعة أرقام هذا ستة أرقام وهذا خمسة أرقام خمسة أرقام إذن قرن معالك يتكون من ستة أرقام هنا واحد هنا واحد فرقم مئة الآلاف هنا اثنان أو عفوا هنا اربعة وهنا اثنان إذن اربعة أكبر من اثنان وبالتالي فهذا هو أكبر أكبر مسافة إذن سنكتبها هي الأولى إذن مئة واثنان وأربعون ألف وثمانمئة وثمانون فهي أكبر من مئة وعشرون ألف وستمئة وستون أكبر من إذن من بعد منها هنا خمسة هنا أربعة إذن خمسة أكبر من أربعة وبالتالي فخمسون ألف وثمانمئة أكبر من تسعة وأربعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون أكبر من إذن غنقر إذن عندي هنا اثنى عشر ألف وهنا كذلك اثنى عشر ألف ونعدي سبعمائة وهنا مئة إذن سبعة أكبر من مئة بالتالي فاثنى عشر ألف وسبعمائة واثنان وأربعون فهي أكبر من اثنى عشر ألف ومئة وأربعة ثم عندي هنا في رقم 2006 هنا 4 وهنا 2 إذن 6 أكبر من 4 ومن 2 وبالتالي 6 779 أكبر من 4879 أكبر من 2320 إذن هكذا نقول قد رتبنا هذه الأعداد من الأكبر إلى الأصغر إذن الآن جيك خيالة لست دي بلانت qui ont ديامتر انفرور أسلوي ديامتر إذن نشوف البلانت اللي أكبر من اللي ديامتر وأيضا اللي أصغر منها نشوف واحد أكبر منها واحد أصغر منها وهناك شوهوووهوهوهوهوهوهوهووهووهوهوهوهوهوهوهوهووهوهوهووهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو 12104 12742 Alors L'innom De 6 planètes C'est Mars Nous avons Mars Mercure Pluton Et Vénus Donc voilà C'est terminé